مساء الخير عيد سعيد أخيرا بعد أسابيع طويلة من تفوق أسهم التكنولوجيا عادت داوجونز والأسهم الصناعية وأسهم القيمة للتفوق في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات اللي بالمناسبة قادة التراجعات في تداولات الأسبوع الماضي خاصة يوم الخميس ويوم الجمعة بعد بداية قوية لهذا الأسبوع اللي شفنا فيه وصول الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة فيها تجاوزت بورسة الـ S&P 500 مستويات 5500 نقطة للمرة الأولى في تاريخها في فيديو اليوم بدنا نناقش ثلاثة مواضيع رئيسية أولها أهم التقارير الاقتصادية المرتقبة والسابقة بدنا نناقش الاتجاه العام للأسواق وأهم فرص التداول وبدنا نناقش أخيرا بعض الفرص كفرص للاستثمار طويل الأمد خلال الفترة القادمة إذا بدأنا في البداية في أهم التقارير الاقتصادية من الأسبوع الماضي نضع نلخصهم بتقريرين فقط أولا أسعار المنازل في الصين تراجعت بالنسبة 3.9% مما يعني بأن الأزمة العقارية في الصين لا تزال تستمر بل وتصبح أسوأ والسبب في عشرات ملايين المنازل الجديدة التي تم بناها عدد سكان الصين تراجع لا يوجد أحد يملأ هذه المنازل والشركات العقارية أفلست أغلبها وبالتالي عم نشوف تراجع كبير في الأسعار مستمر على مدار عدة شهور لأن الشركات تسعى لبيع العقارات التي تمتلكها ولا تجد لها مشترين التقرير الثاني المهم كان مبيعات التجزئة الأمريكية اللي شفنا فيها نمو بنسبة 0.1% أقل من القراءة السابقة أو عفوا للمتوقع عن 0.3% لكن أعلى من القراءة السابقة اللي شفنا فيها تراجع بنسبة 0.2% وهذا طبعا كان إيجابي جدا لأسهم من أمثال أمازون وولمارت وكوستكو اللي شفنا فيها ارتفاعات قوية في تداولات الأسبوع الماضي لأن نمو مبيعات التجزئة يعني نمو في انفاق المستهلك الأمريكي وبالتالي اقتصاد جيد أما بالنسبة للأسبوع القادم ففي عنا تقريرين مهمين الأول يوم الثلاثاء القادم ثقة المستهلك الأمريكي اللي بنتوقع تراجعها من مستويات 102 إلى مستويات 100 لكن طبعا حتى ترتفع الأسواق يفضل أن تكون القراءة أعلى لأن ارتفاع ثقة المستهلك يعني انفاق أعلى من المستهلك أرباح أعلى للشركات ثم يعني ذلك ارتفاع في الأسهم أما يوم الجمعة القادم فرح يكون في عنا التقرير الأهم خلال الشهر واللي هو أحد تقارير التضخم الذي يسمى بتقرير PCE واللي يعتبر أهم تقارير التضخم التي يراقبها البنك المركزي الأمريكي أو الفيدرالي حتى يقرر هل سيخفض الفائدة أم يثبتها خلال الأشهر القادمة ومنتوقع أن نشوف تراجع في قراءة التضخم PCE من مستويات 2.7 إلى 2.6% وتراجع في قراءة التضخم الأساسي أو Core PCE من مستويات 2.8 إلى مستويات 2.6 هذا يعني بأنه إذا تراجعت أرقام التضخم إلى مستويات 2.6 المتوقعة أو أقل فهذا يعني أن التضخم تراجع بشكل كبير وهذا يعني أن احتمالية خفض الفائدة سترتفع أكثر مما يعني ارتفاعات قوية في الأسهم في بداية الشهر القادم أو ابتداء من يوم الجمعة لأنه هذا التقرير رح يكون الساعة 3.5 أصلا بتوقيت السعودية وبناء على كل القراءات السابقة اللي شفناها خلال الشهر الأخير فأنا شخصيا متفائل بأنه رح نشوف قراءات جيدة فيما يتعلق سواء في PCE أو في Core PCE لأنه شفنا استقرار كبير في أسعار كثير من المواد الخام وشفنا تراجع في قراءة التضخم وأيضا تراجع في الكثير من البيانات الاقتصادية إلى مستويات نوعا ما مقبولة على الأقل حاليا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وهذا بيأخذنا السؤال المهم وهو ما هو سبب تراجع الأسهم في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وما هو الاتجاه العام للأسهم خلال الفترة القادمة وباعتقادي سبب تراجع الأسهم هو تصحيح لأن الارتفاعات الأخيرة التي شفناها في الأسهم كانت قوية جدا على سبيل المثال انبيديا ارتفعت بحوالي 50% تقريبا خلال آخر 40 يوم أضافت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية وصارت أكبر شركات العالم أيضا شركات تانية من أمثال بروتكوم أو كوالكوم أو آروم أو غيرها من الشركات العام التي تحديدا في خطاع شبه الموصلات حققت ارتفاعات قياسية أيضا شفنا شركات من أمثال أبل أو مايكروسوفت أو ميتا أو غيرها من الشركات الكبرى بتحقق ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الأخيرة وبالتالي كان طبيعي جدا أن نشوف تراجع وتصحيح لأن الكثير من المضاربين أو المستثمرين عندهم عمليات جني أرباح لأنهم بتخوفوا من القادم وأيضا حتى لا تتكون فقاعة اقتصادية لأنه أنا بالنسبة لي على الرغم من كل الارتفاعات الكبيرة اللي شفناها في الكثير من هذه الأسهم أنا أعتقد بأنه إحنا حاليا لا نزال لم ندخل في مرحلة الفقاعة الاقتصادية لأنه بكل بساطة فيه نبو كبير جدا في المبيعات وفي الأرباح في الكثير من هذه الشركات وبالتالي أنا مش شايف فقاعة فيما يتعلق في الذكاء الاصطناعي لكن هذا لا يعني بأنه كل الشركات التي تعمل في هذا القطاع ليست في فقاعة في بعض الشركات أسعار السماء مرتفعة جدا وأنا أعتقد بأنه أسعار السماء مبالغ فيها وممكن تكون وصلت إلى مرحلة الفقاعة لكن فقط شركات من أمثال انفيديا أو بروتكم أو كوالكم هي مش من هذه الشركات لأنه أسعارها الحالية وإن كانت نوعا ما ارتفعت لأنها لا تزال أسعار قريبة من القيمة العادلة بالنسبة للكثير من هذه الشركات أما بالنسبة للأسبوع القادم فأنا بصراحة متفائل وأعتقد بأنه إحنا راح نشوف ارتفاعات قوية في الأسهم خلال الفترة القادمة ممكن نشوف استمرار في التصحيح في بداية الأسبوع لكن في نهاية الأسبوع القادم أنا أعتقد أنه راح نشوف تقارير اقتصادية قوية وارتفاعات مستمرة في الأسهم الأمريكية لأنه ببساطة ما في سبب حقيقي ممكن يؤدي إلى تلاجع الأسهم الأمريكية في ظل الظروف الحالية الجيدة جدا بالنسبة للأسهم أيضا على سبيل الإضافة فيعتقد أغلب المحللين حاليا بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة على الأقل مرة الأولى خلال السنة الحالية في شهر سبتمبر القادم وبالتالي بدأ المحللين من الآن يعتقدوا بأن الأسهم الأمريكية سترتفع أكثر لأن كل ما تحتاج الأسواق هي بداية تخفيض الفائدة وهذا يعني بداية صفحة جديدة بالنسبة للأسهم صفحة نهاية فترة طويلة من الرفع المستمر في معدلات الفائدة أو تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة وبداية لتخفيض الفائدة لفترة طويلة قادمة وعودة الأسهم للارتفاع بقوة ننتقل للموضوع اللي بادي وهو أهم الشركات التي ستعلن عن أرباحها خلال الأسبوع القادم وأهم فرص تداول الأسهم باعتقاد الشخصي في مجموعة من الشركات المهمة التي ستعلن أرباحها خلال الأسبوع القادم يوم الثلاثاء في عنا شركات من أمثال كارنيفال أو فيديكس على الرغم من أنه أنا إيجابي على الشركات التي تعمل في قطاع الكروزز من أمثال كارنيفال إلا أنه أنا بنصح المتابعين بانتظار أرباح كارنيفال وإذا حققت الشركة نتائج إيجابية وارتفعت ممكن نشتري أي من الشركات المنافسة لكارنيفال من أمثال نرويجيان كروز لاينز أو غيرها من الشركات المنافسة أيضاً عنا فيديكس في حال فيديكس حققت نتائج إيجابية وأعلنت عن نظرة إيجابية للمستقبل من ناحية المبيعات فهذا بيعكس الإنفاق العام والنمو العام للإقتصاد الأمريكي وهذا يعني أنه إحنا ممكن نشوف ارتفاعات قوية في الأسهم بعد إعلان فيديكس عن أرباحها يوم الثلاثاء الآن أنا مش من الناس اللي راح يشتروا هذا السهم قبل إعلانه للأرباح لكن نصيحتي أيضاً للمتابعين أنه إذا حققت فيديكس نتائج إيجابية ممكن تشتروا أسهم من أمثال UPS أو أمازون أو شركات من أمثال وولمرت أو حتى ممكن تشتروا الـ QQ كامل لأنه راح نشوف ارتفاعات قوية في الأسهم يوم الأربعاء في حال فيديكس حققت نتائج جيدة يوم الثلاثاء هل ستحقق فيديكس نتائج إيجابية أو لا؟ بصراحة من الصعب أنه نحكم لأنه عم نشوف أرقام اقتصادية جيدة وأرقام اقتصادية سيئة لذلك أنا ما راح أضارب في هذا السهم يوم الأربعاء بعد الإغلاق في عنا سهم مايكرون متابعي الصفحة بيعرفوا بأنه نصحنا في سهم مايكرون تقريباً من سنتين من لما كان سعره حوالي 50 دولار السعر الحالي بالنسبة لي عند حوالي 140 دولار هو بالنسبة لي سعر مرتفع وبالتالي على الرغم من التفوق التكنولوجي لمايكرون خاصة في شرائح الذاكرة المختلفة من النان دي وغيرها من الشرائح في مقابل منافسين هالكوريين سامسونج وساوث كوريان هاينيكس إلا أنا بصراحة أنا نوعاً ما متخوف من أنه الارتفاعات الكبيرة اللي صارت في هذا السهم ممكن تأدي إلى تصحيح أعتقد أن السهم ممكن يرتفع بعد مثلاً الشركة عن أرباحها لكن أنا شخصياً ما راح أشتري الشركة قبل الأرباح راح أنتظر أرباح مايكرون يوم الأربعاء إذا حققت مايكرون نتائج إيجابية راح أشتري أسهم على رأسها انفيديا بروتكم وأيضاً أسهم من أمثال اكوالكم أو حتى الصندوق الاستثماري SMH لأنه ببساطة هاي بالنسبة لفرص مضاربة أقل مخاطرة من مايكرون قبل أن تعلن الشركة عن أرباحها أخيراً يوم الخميس شركة نايكي ستعلن عن أرباحها وأنا أعتقد بأنه نايكي ستحقق على الأغلب نتائج إيجابية بظل يكن في سؤال واحد لازم نعرف إيجابته من إدارة شركة نايكي وهو ما مدى نمو أو تراجع مبيعات شركة نايكي في داخل الصين لأنه نايكي كانت سابقاً من أعلى الشركات مبيعاً في داخل الصين لكن مع تطور الأمور بشكل سلبي بين أمريكا وبين الصين هذا راح يكون في إلو عواقب وخيمة في حال شفنا تراجع في مبيعات نايكي هناك وبالتالي أنا إيجابي على السهم وأعتقد أنه سيرتفع لكن أعتقد إذا كانت الإدارة إلها تعليقات إيجابية على أرباح أو على مبيعاتها عفواً في داخل الصين بعد تقريرها يوم الخميس القادم فهذا ممكن ينعكس على بعض الأسهم الأمريكية اللي إلها مبيعات حقيقية ضخمة في داخل الصين على رأسها أبل تيسلا وبالتالي أرباح نايكي مهمة جداً لأنها بتعكس حالة الاقتصاد الصيني مش بس حالة الاقتصاد الأمريكي يوم الخميس أما بالنسبة للمتداولين اللي بدهم فرص للتداول أقل مخاطرة من الشركات التي ستعلن عن أرباحها فأنا شخصياً أعتقد بأنه الـ Q و VWO راح يكونوا من أأمن السندوق الاستثماري ورح يستمروا في الارتفاع شفنا الأسبوع الماضي تراجع كبير في بعض الأسهم من أمثال انفيديا أو بروتكوم بـ 5 أو 6% خلال الأسبوع لكن في المقابل شفنا أنه الـ QQ بيتراجع مثلاً 1% وبالتالي السندوق الاستثماري الـ Q و VWO هي ضمن الأأمن والأكثر جودة فيما يتعلق في المضاربة أيضاً أعتقد بأنه السندوق الاستثماري سايبر و SMH بتمثل أيضاً مخاطرة متدنية وأعتقد بأنه إحنا سنستمر في رؤية المزيد من الارتفاع بسبب نمو قطاع الأمن السايبراني ونمو قطاع شباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وبالتالي أعتقد بأنه هاي أقل فرص المضاربة مخاطرة أما على مستوى الأسهم بشكل فردي فالأسبوع القادم أعتقد بأن Data Dog في عندهم حدث مهم جداً يوم الثلاثاء القادم وهذا السهم حقق نتائج إيجابية لكنه تراجع بقوة بعد علانة الشركة للأرباح أنا شخصياً اشتريت السهم وأعتقد بأن Data Dog في الأسبوع القادم سيعود للارتفاع بقوة كمان أعتقد بأنه سهم فراري اللي ارتفع الأسبوع الماضي ثم عاد للتراجع في نهاية الأسبوع ممكن يرتفع أكثر خاصة مع إعلان الشركة عن مصنعها الجديد الخاص بالسيارات الكهربائية وبالنسبة لي ما يميز فراري عن باقي شركات السيارات الكهربائية أنه الشركة مش مضطرة لا لتخفيض الأسعار ولا للدخول في حرب أسعار ولا في غيره من كل ما تسبب في تراجع السيارات الكهربائية فراري فقط في حاجة أنها تصنع السيارات الأغلى ثمناً وتكون متفوقة تكنولوجياً ونادرة من حيث العدد والتصميم وهذا كل ما تحتاج الشركة حتى تتحقق نمو قياسي جديد وبالتالي أنا متفائل في أسهم فراري حتى في الأسبوع القادم أعتقد كمان سهم شيبوتلي اللي رح يتقسم السهم الواحد إلى خمسين سهم ابتداء من يوم الأربعاء القادم ممكن يكون فرصة جيدة للمضارب بخاصة بأنه إحنا شفناه على مدار الأسبوع السابقة وإحنا بننصح بشراءه بيرتفع بقوة لكن الأسبوع الماضي تراجع السهم بشكل كبير وبالتالي أعتقد بأنه هاي فرصة شراء مرة ثانية بالنسبة لهذا السهم وبالنسبة للمتداولين اللي اشتروا الأسبوع الماضي وتراجع معهم سهم شيبوتلي أنا ما بشوف بأنه فيه خطر من المضاربة أو الاستثمار في هذا السهم لأنه ببساطة بيستمر في تحقيق معدلات جيدة من النمو وإن كان سعره نوعا ما مرتفع بالنسبة لأرباحه أو مبيعاته أيضا أعتقد بأنه بعض الشركات من أمثال دل السوبر مايكرو كمبيوترز اللي تحدثنا عنه الأسبوع الماضي شفناها بترتفع بقوة ممكن تستمر في الارتفاع السبب اللي قدل الارتفاعه خلال الأسبوع السابق أنه إيلون موسك صرح بأنه شركته XAI التي تعمل في الذكاء الاصطناعي هي من أهم الشركات اللي عندها طلبات للحصول على مسرعات أو سيرفرز من دل ومن سوبر مايكرو كمبيوترز لا أزال أعتقد بأنه سوبر مايكرو كمبيوترز أفضل من دل في هذا المجال لكن في نهاية السهمين بشكل فرص جيدة للمضاربة وأعتقد أنه أمامهم الكثير من المجال الارتفاع أكثر أيضا كنا تحدثنا الأسبوع الماضي على شركة سيلس فورس الرائدة عالميا في مجال السير ام بدي أوضح بأنه في شركة أخرى أصغر منها منافسة لها اسمها هابسبوت هابسبوت تعمل في نفس المجال اللي هو مجال السير ام وحاليا في ثلاثة عروض وصلتها من شركات على الأغلب هي جوجل مايكروسوفت وفي شركة ثالثة غير معروفة بتبحث هاي الشركات الثلاثة عن الاستحواذ على هذا السهم أعتقد أنه هابسبوت ممكن يمثل فرصة مضاربة عالية المخاطرة لأنه في حال تمت صفقة الاستحواذ ممكن نشوف أرباح قوية لكن في حال فشلت صفقة الاستحواذ ممكن نشوف تراجع في السهم وإحتاج السهم بعدها عدة أشهر حتى يرتفع مرة تانية لكن أنا أعتقد في النهاية بأنه هابسبوت ممكن يكون فرصة مضاربة جيدة أيضا كنا تحدثنا عن أسهم مثل أدوبي اللي ارتفع بقوة ويستمر في الارتفاع بعد إعلان الشركة لأرباحها وأعتقد بأنه أدوبي وأيضا نتفليكس وسبوتيفاي هاي الشركات الثلاثة ستستمر في الارتفاع من المستويات الحالية وبالتالي هي فرص جيدة للمضاربة أخيرا أبل تراجع في نهاية تداولات يوم الجمعة بالإضافة إلى مايكروسوفت اللي طبعا يستمر في الارتفاع أعتقد بأنه هدولة ممكن يكونوا من أفضل وأكثر الأسهم أمانا للمضاربة خلال الفترة القادمة إجمالا هذه أغلب فرص المضاربة اللي أنا رح أكون مهتم فيها خلال الأسبوع القادم وأعتقد أنه الاتجاه العام للأسواق لا يزال إيجابي أخيرا إذا انتقلنا للاستثمار طويل الأمد بدي أعلق على ثلاثة أسهم تحدثنا عنها سابقا الشركة الأولى هي سهم سناب تشات هذا السهم كان أضعف الأسهم في قطاع السوشيل ميديا أداءا كنا سابقا نصحنا بشراء الكثير من أسهم السوشيل ميديا على رأس الشركات مثل ميتا أو جوجل أو أمازون كمان شركات من أمثال بنترست أو ريديت اللي كان اكتتابها أحد أنجح الاكتتابات أو شركات من أمثال ذاتريد ديسك اللي ارتفع السهمها بشكل كتير كبير لكن لاحقا نصحنا المستثمرين بالابتعاد عن سهم جوجل بسبب قضايا الاحتكار والمنافسة من مايكروسوفت وأيضا تراجعت إيجابيتي على سهم مثل ريديت لأنه سعر السهم الحالي منتفع جدا لكن فيما يتعلق في سهم سناب تشات فأنا أعتقد بأنه التعافي قطاع السوشيل ميديا مستمر لذلك شفنا ارتفاعات كبيرة في أسماعي الشركات أيضا حظر التك توك قادم لمحالة وبالتالي سهم سناب تشات أمامه فرصة حقيقية أنه يرتفع وأنه يرجع مرة تانية ينافس بقوة في أعداد المستخدمين والوقت اللي بيقضي المستخدمين على هذا التطبيق فرضا عن زيادة إيراداته بمرور الوقت أعتقد بأن هذا السهم لا يزال سعره الحالي متدني وممكن نشوفه خلال سنة من اليوم يصل لمستويات العشرين أو الخمسة وعشرين دولار خاصة في حال نجحت الشركة في زيادة الأرباح والإيرادات بعد إعادة هيكلة الشركة اللي شفناها في نهاية سنة الفين وثلاثة وعشرين واللي واضح بأنه نتائجها الأولية كانت جيدة جدا بالنسبة للإيرادات وأيضا لأداء السهم على الأقل حتى الآن وبالتالي أنا أعتقد بأنه سناب شات هي فرصة استثمار متوسطة المخاطرة مش لازم تتجاوز خمسة في المية من المحفظة السهم الثاني هو سهم أيضا تحدثنا عنه سابقا هي شركة روكتلاب وصلي منكم تعليقات كثيرة جدا تطلب مني التحدث على هذا السهم روكتلاب ما تغير رأينا في هذا السهم أعتقد بأنه إحنا أخطأنا لما نصحنا بشراء السهم من مستويات العشرة ديلر كانت مستويات مرتفعة لكن في الجهة المقابلة أعتقد بأنه تعافي الشركات صغيرة الحجم أو السمول كابسولي منها روكتلاب لا تزال لم تبدأ لأنه المستثمرين حاليا متخوفين من الأسواق وبالتالي كل التركيز على الأسهم الكبرى مع إهمال كبير وتراجع في السيولة في الأسهم الصغيرة وبالتالي ما منشوف ارتفاعات كبيرة في هاي الأسهم لكن في المقابل منلاقي أنه مثلا الشركة بتحقق نمو في مبيعاتها بتجاوز 69% في الربع الأول من السنة الحالية خسائرها بدل ما كانت حوالي 40 مليون ديلر كل ثلاثة أشهر بتخسر حوالي مليونين أو ثلاثة الشركة عندها عقود محجوزة بحوالي مليار ديلر ووقعت قبل أسبوع تقريبا واحد من أكبر صفقاتها لإطلاق عشر صواريخ إلى الفضاء وبالتالي روكتلاب هاي الشركة اللي تعتبر المنافسة الوحيد لشركة سبيس اكس حاليا في إطلاق الصواريخ للفضاء فعليا شركة تتداول بسعر متدني وأمامها مجالات كبيرة للنمو خاصة وإحنا نتوجه لنهاية السنة الحالية لصاروخها الجديد متوسط الحجم نيوترون اللي راح يكون أول صاروخ يمكن عادة استخدامه وينافس صواريخ سبيس اكس من ناحية الحجم وأيضا السعر لذلك أنا أعتقد بأن روكتلاب فرصة استثمار عالية المخاطرة مش لازم تتجاوز 5% من المحفظة في حال ما كنا بنمتلك أسهم أخرى صغيرة فيها مخاطرة مرتفعة إذا كان عنا أسهم أخرى صغيرة لازم تكون حصة روكتلاب أقل من الاستثمار لكن أعتقد بأن هذا السهم في النهاية بعد سنة أو سنتين من الآن سيكون من ضمن الأسهم الرابحة اللي ممكن نشوف منه أرباح كبيرة بالنسبة للمستثمرين أعتقد بأنه إحنا أخطأنا في السعر اللي اشترينا فيه هذا السهم لكن يمكن ما أخطأنا فيه اختيار السهم نفسه وبالتالي لا أزال أنا متفائل في شركة روكتلاب أخيرا كنت أنا سابقا متحمس بشكل كتير كبير على أسهم الأمن السايبراني مثل كراودسترايك اللي اعتبرتها أفضل أسهم القطاع أو بالوالتو اللي ارتفع أيضا بقوة وكنت أعتبرها من ضمن أفضل أسهم القطاع لكن بسبب الارتفاعات الكبيرة اللي شفناها في أسعار السهمين صار صعب بالنسبة لي أن أستمر في الاستثمار في هذه الأسهم لكن أنا أؤمن بأنه الأمن السايبراني أحد أهم القطاعات وأسراعها نموا وأنه تطور الذكاء الاصطناعي رح يجي معه تطور كبير جدا في هجمات الأمن السايبراني وفي زيادة كبيرة في أهمية البيانات وحمايتها مما يعني بأنه هاي الشركات ستزداد مبيعاتها تزداد أرباحها وتزداد الحاجة لها خلال السنوات القادمة لكن حتى نستثمر بطريقة آمنة في هذا القطاع فأنا بنصح بشدة بالسندوق الاستثماري CIBR السندوق الاستثماري سايبر اللي بيجمع لكم ما بين شركات حققت معدلات استثنائية من النمو مثل كراودسترايك أو بالوالتو وما بين شركات تانية لا تزال لم تحقق معدلات قوية من النمو لكن فيها أمل بأن ترتفع بقوة وبالتالي المستثمرين المهتمين في قطاع الأمن السايبراني واللي هو أحد أهم القطاعات اللي بتستفيد من الذكاء الاصطناعي ممكن هذا الصندوق يشكل لحد 10% من محفظتكم وهو بالنسبة لي من الصناديق الرابحة في المدى الطويل هذا اللي كان عنا في فيديو اليوم شوفكم إن شاء الله في فيديو الاثنين فيديو الاثنين رح يكون مقارنة ما بين سهم انفيديا وسهم تسلا هل سيحصل لسهم انفيديا في المستقبل ما حصل لسهم تسلا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بمعنى آخر هل ستنهار فقاعة انفيديا ما الفارق بين السهمين وهل سيعود سهم تسلا نفسه أصلا للارتفاع أو لا وبالتالي أيضا عنا حلقة جميلة جدا يوم الاثنين نشوفكم إن شاء الله على خير اشتركوا في القناة